حالتها الصحية ليست على ما يرام فهي طفلة لم يتجاوز عمرها عام واحد أكدت الفحوصات الطبية أنها تعاني من سوء التغذية تقول والدتها إنه ليس بمقدورها توفير ولو قدر يسير من المواد الغذائية لطفلتها بسبب قلة ذات اليد أنقاب التي تعني بلغة البجة طرف الخور اسم لمنطقة لا تبعد كثيرا عن ميناء بورسودان الذي يدر على خزينة الدولة نحو 25 مليون دولار شهريا مشهد الحياة هنا يؤكد ما يقوله الناس بأنهم لم يحظوا ولو بقدر ضئيل من تلك العائدات لتسهم في الحد من انتشار الفقر وسط السكان فقر بلغت نسبته حسب إحصاءات رسمية نحو 60% من عامة سكان ولاية البحر الأحمر بالنسبة للفقر واضي في مظهر الحي في وضع ظروفهم حتى الوجبة في الوحيد في اليوم بيقى وجبتين من تعالف ماشي من الوجبتين لأنه حتى الرغيفة اللي يطلع في الحي مرات ما يسألوا يشتروا لأن الكمية تطلع قليلة قصوة الطبيعة ممثلة في الجفاف والتصحر بالإضافة إلى إهمال الحكومات المتعاقبة لتنمية الشرق وصعوبة الحصول على مياه الشرق أسباب أدت إلى تفاقم الفقر وسط المجتمعات المحلية وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة للحد من الفقر سواء من خلال تدخلاتها بالدعم المادي المباشر للفقراء أو غير المباشر إلا أن التحديات ما زالت حسب تعبيرها ماتلة الآن حكومة ولاية البحر أحمر وضعت خطة نحن بدأنا في تنفيذها خلال 2021 لكن ستكتمل ملامحها في 2022 تعتمد على المشروعات الجماعية المشروعات الجماعية التي تشرك أكبر غدر من الشباب من المرأة في هذه المشروعات وتعد قضية انتشار الفقر واحدة من القضايا التي حركت الاحتجاجات التي تشهدها هذه الأيام ولايات شرق السودان ضد الحكومة خفض نسب الفقر المتزايدة وسط سكان شرق السودان مهمة تحتاج إلى مشاركة من الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لعمل برامج توعوية للمواطنين تركز على تغيير سلوكياتهم وعاداتهم من الاستهلاك إلى الانتاج عبدالباق العوض الحرة بوسودان